نوصل شرحنا للوحدة الرابعة وتحديدا المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم ونذكر فقط بأننا بسدد شرح مضمون هذا المثاق وأننا تعرضنا إلى المادة الأولى وهي حول المصطلحات الأساسية ثم المادة الثانية وهي حول الأهداف المثاق والمادة الثالثة وهي حول رسالة التعليم والمادة الرابعة وهي حول المعلم وأداءه المهني ننتي الآن إلى مضمون المادة الخميسة والسادسة في هذا الفيديو المادة الخميسة أيضا تحافظ على وجود هذه الواو وبالتالي فهي تبحث أو هي تتعلق بعلاقة علاقة من؟ علاقة طرفين المعلم بطلبي كيف يجب أن تكون هذه العلاقة من زاوية أخلاقية حسب منظور المثاق السعودي طيب نحن لخصنا أو يعني اختزلنا مضمون هذه المادة لطلبين تيسيرا على عملية تذكرها وحفظها في ثماني عناصر حول تحدد طبيعة علاقة المعلم بطلبه أولا أن هذه العلاقة ينبغي أن يكون أساسها المحبة والشفقة والرغبة في النفع ثانيا أن هذه العلاقة تقوم على أن المعلم قدوة للمجتمع وطلبه أيضا المعلم يحسن الظن بطلبه ثالثا رابعا في علاقة المعلم بطلبه أنه أحرص الناس على نفع طلبه خمسا في علاقة المعلم بطلبه أن المعلم يعدل لاحظ معي العدل يعدل بين طلابه سادسا المعلم نموذج للحكمة والرفق بين طلابه سادسا سابعا المعلم يتجنب العنف النفسي والمادي يعني لا يمارسهما قدر المستطاع بل لا يمارسهما مطلقا لأن وسائل المعاصرة والحديثة كافية بتعويض كل ما يمكن أن نسميه عقاب حتى أن المدارس المعاصرة لا وجود فيها لمصطلح أو لممارسة العقاب بأي شكل من الأشكال طيب ثم ثامنا ينمي مهارات النقد والتفكير وحب التعلم الذاتي لكن أستأذنكم في قراءة النص الأصلي للمدى الخامسة بسرعة إذن المدى الخامسة المعلم وطلابه التفريع الأول يقول النص العلاقة بين المعلم وطلابه والمعلم وطالباتها لحمتها الرغبة في نفعهم وسداها الشفقة عليهم والبر بهم أساسها المودة الحانية وحارسها الحزم الضروري وهدفها تحقيق خيري الدنيا والآخرة للجيل المأمول للنهضة والتقدم التفريع الثاني في علاقة المعلم بطلابه المادة الخامسة يقول بالنص المعلم قدوة لطلابه خاصة وللمجتمع عامة وهو حريص على أن يكون أثره في الناس حميدا باقيا لذلك فهو يستمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العليا ويدعو إليها وينشرها بين طلابه والناس كافة ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع إلى ذلك سبيلا التفريع الثالث من المادة الخامسة يقول بالنص يحسن المعلم ظن بطلابه ويعلمهم أن يكونوا كذلك في حياتهم العامة والخاصة ليلتمسوا العذر لغيرهم قبل التماس الخطأ ويروا عيوب أنفسهم قبل رؤية عيوب الآخرين التفريع الرابع بالنص يقول المعلم أحرص الناس على نفع طلابه يبذل جهده ككله في تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم يدلهم على طريق الخير ويرغبهم فيه ويبين لهم الشر ويذودهم عنه في رعاية متكاملة لنموهم دينيا وخلقيا ونفسيا واجتماعيا وصحيا التفريع الخامس من المادة الخامسة يقول بالنص المعلم يعدل بين طلابه في عطائه وتعامله ورقابته وتقويمه لآدائهم ويصن كرامتهم ويعيح حقوقهم ويستثمر أوقاتهم بكل مفيد وهو بذلك لا يسمح باتخاذ دروسه ساحة لغير ما يعني أو يعنى بتعليمهم في مجال تخصصه التفريع السادس بالنص يقول المعلم أنموذج للحكمة والرفق يمارسهما ويأمر بهما ويتجنب العنف وينهى عنه ويعود طلابه على التفكير السليم والحوار البناء ويحسن الاستماع إلى آراء الآخرين والتسامح مع الناس والتخلق بخلق الإسلام في الحوار ونشر مبدع الشورى التفريع السابع يقول يعني المعلم أن الطالب ينفر من المدرسة التي يستخدم فيها العقاب البدني والنفسي لذا فإن المربي القدير يتجنبهما وينهي عنهما ليس فقط يتجنبهما بل ينهي عنهما التفريع الثامن والأخير في المدى الخامسة يقول بالنص يسعى المعلم لإكساب الطالب المهارات العقلية والعلمية التي تنمي لديه التفكير العلمي الناقد وحب التعلم الذاتي المستمر وممارسته هذا إذن خصوص المدى الخامسة المعلم وطلاب ننتقل إلى المدى السادسة المعلم والمجتمع لاحظ معي عزيزي المتابع تكرار واو العلاقة هذه واو الوصل واو الربط واو العطف بين المعلم والمجتمع فهي تعلن عن علاقة بين الطرفين كيف يجب لها أن تكون من وجهة نظر المثاق السعودي من وجهة نظر المشرع السعودي نحن لخصنا شروط هذه العلاقة في الخمسة عناصة هذه تيسيرا على طلبنا العزاء في التمكن من فهمها واستيعابه هذه العناصة الخمسة أن هذه العلاقة يجب أن تكون كالتالي أولا يعزز المعلم الانتمالي الوطن والتعايش الثقافي يعزز في كل سلوكه في كل دروسه في كل تعامله مع طلابه هذا الأمر ثانيا يحرص على استقرار المجتمع ثالثا يجب أن يكون المعلم في مستوى الثقة والتقدير الاجتماعيين ربيعا المعلم منطلق للتقدم المعرف والنهوض الاجتماعي في الأمة خمسا يبني أفكاره على اطلاع عن علمي وثقافي واسع هذا حول الشروط العام وأستسمحكم لأستأذنكم في قراءة مضمون هذه المادة لدقة هذا الأمر المادة السادسة إذن المعلم والمجتمع التفريع الأول يقول واحد بالنص يعزز المعلم لدى الطلاب الإحساس بالانتماء لدينه ووطنه كما ينمي لديهم أهمية التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى فالحكمة ظلت المؤمن أن وجدها فوأحق الناس بها التفريع الثاني يقول بالنص المعلم أمين على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه يعمل جهدا لتسود المحبة المثمرة والاحترام الصادق بين المواطنين جميعا وبينهم وبين أولي العمر منهم تحقيقا لأمن الوطن واستقراره وتمكينا لنمائه وازدهاره وحرصا على سمعته ومكانته بين المجتمعات الإنسانية الراقعة التفريع الثالث من هذه المادة لسادس المعلم المجتمع يقول بالنص المعلم موضع تقدير المجتمع واحترامه وثقته وهو لذلك حريص على أن يكون في مستوى هذه الثقة وذلك التقدير والاحترام ويحرص على أن لا يؤثر عنه أي أن لا يعرف عنه على أن لا يؤثر عنه إلا ما يؤكد ثقة المجتمع به واحترامه له التفريع الرابع من المادة السادسة المعلم المجتمع يقول بالنص المعلم عضو مؤثر في مجتمعه تعلق عليه الأمل في تقدم المعرف والارتقاء العلمي والإبداع الفكري والإسهام الحضاري ونشر هذه الشمائل الحميدة بين طلابه التفريع الخامس والأخير من المادة السادسة التي هي بعنوان المعلم المجتمع التفريع الخامس يقول بالنص المعلم صورة صادقة للمثقف المنتمي إلى دينه ووطنه الأمر الذي يلزمه توسيع نتاق ثقافته وتنويع مصادرها ليكون قادرا على تكوين رأي ناضج مبنيا على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة يعين به طلابه على سعة الأفق ورؤية وجهة النظر المتبينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون في بناء الحضارة الإنسانية هكذا إذن ننتهي من عرض مضمون المادة الخامسة وهي المادة التي تعلقت بالمعلم وطلابه ومضمون المادة السادسة التي تعلقت بالمعلم والمجتمع لكي نمر إلى مضمون المادة السابعة والثامنة في الفيديو اللحق